النهاردة اتحاد الكرة اتفق مع الأندية اللي حضرت اجتماع اليوم على صعود أول فريقين من دوري المحترفين المجموعة ألف للدوري الممتاز والثالث الفرق أو ثالث الترتيب في دوري المحترفين هيلعب مع الثالث فرق في المجموعة بيه اللي هي الدرجة اللي بعد كده كمان عشان يسعد منهم واحد ثالث للدوري الممتاز شهمتوا حاجة طبعا لا هشرحها لكم تاني وأقول لكم التعيدة الغريبة اللي مش مفهومة اللي مش منطقية مع كامل الاحترام لكل اللي بيقعد وبيقعد يفكر مع كامل الاحترام والله ولهم ربما يكون لهم أسبابهم بس هي حتى الأسباب دي أكيد مش منطقية ليه؟ ببساطة شديدة في أي دوري في العالم في دوري ممتاز وبعد كده في دوري الدرجة التانية في ناس بيسموه الممتاز ألف في ناس بيسموه أي حاجة سميه أي زي ما ده سمي دوري المحترفين أي حاجة بيصعد كم واحد بقى من دوري المحترفين اللي هو تحت ده اللي هو التاني اللي هو الدوري الدرجة التانية ده بيصعد تلاتة تلات فرق ويهبط من الدوري الممتاز تلات فرق وخلاص كده سهلة صح؟ زي ما بنعمل على طول بيصعد تلاتة وينزل تلاتة فيها حاجة ماشي فطبعا فيه أندية كتير اعترضت على نظام دوري المحترفين الجديد طيب عشان برضو أحاول أسهلها لحضر لك واجبها لك من الأول خالص يعني إحنا كنا منلعب دوري الدرجة الثانية ده من ثلاث مجموعات من ثلاث مجموعات مجموعة الكهيرة مجموعة البحرية مجموعة السعيد متصدر كل مجموعة من دول بيسعد للدوري الممتاز يبقى ثلاث فرق بيسعدوا للدوري الممتاز ده النظام القديم جيه اتحاد الكورة واقترح مع الأندية أنو هيبقى فيه دوري السنة الجاية دوري محترفين دوري بقي يجمع الثلاث مجموعات دول حلو يسعد من الدوري ده الثلاث فرق الأولي أول وثاني وثالث فالأندية اعترضت قالت لك لأ أنا ممكن ما لعبش في دوري المحترفين ده ألعب في الدوري اللي تحت أنا كده بدلا ما بقيت كنت في الدرجة الثانية بقيت في الدرجة الثالثة فلأ أنا كده مش هاخد فلوس لأ أنا كده مش هيبقى عندي فرصbed ستطلع ممتاز لأ فقعدوا يعتردوا 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 فجي اتحاد الكرة ما تحملش هذا الضغط وهذا الانتقادات اللي ممكن يكون الاندية دي عندها حق فيها وهلوكو جزء من السبب يعني ممكن مبول ممكن عشان الموضوع ده مليان تفاصيل يا جماعة تفاصيل مالية وتفاصيل في التسويق تفاصيل كتير اوي هكما فدلوقتي بقى فيه دوري محترفين فاتحاد الكرة عشان ما يزعلش الاندية التانية اللي هي مش تبقى موجودة في دوري المحترفين قال لهم ايه قال لهم انتوا هتلعبوا دوري تاني هيبقى اسموا دوري الدرجة الاولى به يعني فيه دوري الدرجة الاولى الف اللي هو دوري المحترفين وفيه دوري الدرجة الاولى به انت مش التالت انت مش الدوري الدرجة التالتة عشان بتزعلك الكلمة دي وانت حبيب مش الدرجة التانية عشان برضو عايب دي كلمة احنا بلقوا نخترق مسميات المهم يعني فقالك احنا هنصعد اول فرقتين أول فرقتين رقم واحد ورقم اتنين المتصدر والوصيف من دور المحترفين اللي هو دور الدرجة الأولى ألف دول يسعادوا للممتاز طب والثالث فينا جماعة قالك هناخد ثلاث فرق من اللي تحت اللي هو الدور الدرجة الأولى becomes اللي هو ما في دور الدرجة التالتة هناخد ثلاثة منهم وناخد التالت في دور الدرجة الأولى ألف هايبقى أربعة فرق ونلعب بينهم كاس الأول فيهم هيسعد مع الاتنين الأولانيين للدورة الممتاز هذه التلاتة فأنت جبت ناس كايب تتنافس في الدرجة التالتة أنا أقول لها بقى باللي حسب فيهم مش هقول لك المسابطة أشياء مرغبطاكش من اللي بيتنافسوا في الدرجة التالتة لعبتهم مع اللي خد التالت فيهم نفس الدرجة التالت اللي كانت صعبة جدا وقلت له أنت كمين ممكن ما تسعدش الدورة الممتاز ووحد من الدرجة التالتة هو اللي يسعد هل ده كلام منطقة يا جماعة هل ده كلام سليم مع كامل الاحترام للأندال حط الاقتراح لمسؤولي اتحاد الكرة اللي وفق على الاقتراح أو يعني مرحبين به مع كامل الاحترام ده كلام مش منطقة والله ما ينفعش نقل نراضي في بعض ونبسط بعض ونشوف حل وسط يبسطنا كلنا ونمشي غلط ما ينفعش نمشي صح وخلاص واللي يزعل يزعل مع كامل الاحترام للجميع واللي يزعل ده يعني ايه لو عنده سوا منطقة نقعد معاه ما عندوش يبقى خلاص يزعل احنا عايزين مصلحة الكرة المصرية مش مصلحتك انت ده المفهوم طيب اتحاد الكرة طلع الكلام ده النهاردة أو يعني سر بهذا الكلام فحصل ايه الاندية بقى اللي كانت موافقة على دور المحترفين كان فيها اندية كتير مش موافقة وفيها اندية موافقة فاتحاد الكرة كان فرحان بالاندية الموافقة فالاندية الموافقة طلعت اقيتلك لا احنا الكلام ده مش عجبنا ليه يا عم ما انت كنت مبسوط قالك الكلام اللي انا بقوله بقى هو ازاي ازاي اتنافس مع اندية الدرجة التالتة بعد ما خدت المركز التالت فوق في دور الدرجة التانية ازاي بعد التعب والاجتهاد والشقة او الفرق اقوى اخوة المركز تالت اروح اتنافس مع فرق الدرجة التالتة وهم اللي ياخدوا بطاقة الدور الممتاز يعني يسعد من الدرجة التالتة للدور الممتاز على طول في كده في الدنيا ليهم حق دول بقى انا في رأي دول ليهم حق ما في الماء انهم يعترضوا مع كامل الاحترام للجميع عشان دول بيكلموا بالماء انا باتكلم بالمنطق دلوقتي ماليش دعوة بكواليس وتفاصيل كواليس وتفاصيل دي اللي هي اللي هي تيجي تحدي الكرة يقول احنا هنسوق البطولة دي بس هندي فلوس للناس في الدرجة التانية زي فلوس للناس في الدرجة التالتة وهندي الانداية دي فلوس كويسة وهندي الانداية دي فلوس كويسة وزع فلوسك زي ما انت عايز وزعهم زي ما انت عايز بس النظام ما تخلش به ما تلقبطوش ما تبدعش ما تخترعش جديدة والله انا اول مرة اشوفها في حياتي انت عايز نادي من الدرجة التالتة يسعد للدور الممتاز على حساب نادي في الدرجة التانية ده 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 انا يعني مش عارف اقول ايه بس دي دي حاجات مش منطقة يعني كل ما اجا اقول كلمة من نفس اقولهم بكتشف انهم اينفعش اطلع اقولهم يعني بس بس هي حاجة مش منطقة يعني